أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الملتقيات الدولية التي يتم تبادل الأفكار والرؤى فيها حيال التطورات والمستجدات الإقليمية ذات الأولوية والتي تشكل ملامح العمل الدولي المشترك وأطرى العلاقات الخارجية للقوى الدولية الفاعلة وقال سموه إن مملكة البحرين تحرص على الإسهام الإيجابي في هذه الملتقيات من خلال الاستضافة والمشاركة الفاعلة مشيرا إلى أهمية التفاعل الحيوي مع منتدى حوار المنامة الذي تستضيفه المملكة سنويا بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على مدى 12 عاما شهدت مشاركات بارزة وحوارات هامة تناولت أهم الأحداث على الساحة وناقشت سبول تثبيت أسس الأمن والاستقرار ولدى حضور سموه افتتاح أعمال المنتدى رحب سموه بالوفود المشاركة من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية مشيدا بمشاركتهم التي أثرت جلسات المنتدى ونقاشاته عبر السنوات التي انعقدت فيها الفاعلية في المملكة وما ركزت عليه من قضايا استراتيجية شكلت تحديات تطلبت تنسيق الجهود والمواقف من أجل التعامل معها وقال سموه إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتزاما بدورها في دعم قضايا المنطقة حارصت على التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين للتعامل الحازم مع كل أشكال الإرهاب باختلاف مصادره ويأتي في إطار ذلك مشاركتها في التحالف العربي من أجل دعم الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وأيضا التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وأشار سموه أن انعقاد منتدى حوار المنامة هذا العام مباشرة بعد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سابعة والثلاثين يرفض زخم هذا الحدث خاصة مع حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزامي هذه القمة في أول زيارة لها إلى المنطقة بما يرمز إلى التواصل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الكبرى وانعكاسات ذلك على أطر التنسيق والتعاون على مستوى العلاقات البينية وكذلك فيما يتعلق بعقد الشركات الاستراتيجية بما يتيح التعاطية مع القضايا الدولية الملحة وأشار سموه لأنه منذ لقاء كبار المسؤولين الدوليين في العلاقات الخارجية والدفاع والأمن في حوار المنامة العام الماضي شهد العالم هجمات إرهابية مما يؤكد على ضرورة تعزيز منظومة الجهود الدولية المتضافرة على الصعود السياسية والعسكرية والاقتصادية للتصدي لثيارات التشدد والتطرف وفي كلمته الافتتاحية في منتدى حوار المنامة أعرب وزير خارجية المملكة المتحدة السيد بوريس جونسون عن سروره للمشاركة في أعمال المنتدى في مملكة البحرين بالتزامن مع احتفاء البلدين بمرور مئتي عام على علاقات الصداقة التاريخية بينهما وأكد السيد جونسون على التزام بلاده بالعلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون معتبرا دعوة رئيسة الوزراء تيريزمي لحضور قمة المجلس بالمنامة مؤشرا هاما على قوة هذه العلاقات وقال في كلمته إن أي أزمة في الخليج العربي هي أزمة للمملكة المتحدة وإن أمن الخليج العربي هو من أمن المملكة المتحدة إذ تتلاقى المصالح المشتركة على الصعود السياسية والاقتصادية والعسكرية وأشار إلى أن مرافق تسهيلات الإسناد البحري للبحرية الملكية البريطانية هي من الملامح البارزة للعلاقات الراسخة مع مملكة البحرين كما استعرض مظاهر أخرى للتعاون مع دول الخليج العربي مما يأتي إلى جانب الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب واستئصال حاضناته منوها إلى أن التعاون العسكري من الأوجه القوية الدالة على عمق ومتالة العلاقات الخليجية البريطانية كما أكد سيد بورس جونسون على حرص مملكة المملكة المتحدة للتعاون والدعم بما من شأنه إيجاد الحلول للقضايا والتحديات الملحة في المنطقة واستعرضت الكلمة أيضا المستويات المتعددة لعلاقات المملكة المتحدة والخليج مما يشكل أساسا قويا لبلوغ المزيد من الإمكانيات والفرص الواعدة ترجمة نانسي قنقر